أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية سيطرتها على جبال ومواقع استراتيجية مطلة على مدريتي حريب والعبدية جنوب مارب من جهته قال محمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤو الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي على صفحته بتويتر أنه بعد معارك الدامية تمكنت القوات الجنوبية من تحرير معسكر وجبل الشق ومركز مدرية عين والغرق وجبل الضاحة وقرن عباد والذنبة والحقيل ومهران والحازة الشرقية وجبل البترة وكما أفاد أن القوات الجنوبية تسيطر على الخطوط الرئيسية في المدرية وأن القوات تتقدم لتأمين حدود المدرية مع محافظة البيضاء وحريب اشتركوا في القناة